السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين 25 تشرين الثاني نوفمبر القمر اليوم موجود في برج العذراء ورح يظل موجود في برج العذراء لغاية الساعة 11 و19 دقيقة ظهرا من ظهر اليوم الاثنين بتوقيت جراناتش لا ينتقل بعدها لبرج الميزان ورح يظل موجود في برج الميزان حتى بعد منتصف ليل الاربعة على الخميس يعني تمام الساعة 12 و20 دقيقة بعد منتصف الليل يعتبر يوم الخميس او فجر يوم الخميس القمر الان موجود في منزلة السماك الاعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 11 و19 دقيقة صباحا من صباح اليوم الاثنين بتوقيت جراناتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي القمر بما انه من الآن ولغاية ساعاته الظهر موجود في برج العذراء فمنظل على طبيعتنا الجادة نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة او بدء نظام غذائي او تمرين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على غزنا منذهب للعمل بحيوية ومنركز في جميع التفاصيل ومندقق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس نادرا في هاي الفترة انهم يقدموا الدعم المالي او العاطفي لان الفترة هاي العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر اكثر احذروا من الوهم الوسواس في هاي الفترة هذا الوقت افضل وقت للتخلص من عدد سيئة كالتدخين او شرب الكحوليات او المهدئات او المخدرات ويمكن الحصول على حيوان اليف او قراءة كتاب مفيد او البدء بعمل جديد وبإمكان تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين اورانوس هذه زاوية رح تكون الساعة 12 و 58 دقيقة بعد منتصف الليل بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا افكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفز والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 5 و 34 دقيقة صباحا بتوقيت جرانتش تجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في علم وهم من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة 5 و 34 دقيقة صباحا بتوقيت جرانتش ورح ينتهي الساعة 11 و 19 دقيقة ظهرا بتوقيت جرانتش هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 و 19 دقيقة ظهرا خلص القمر بتوقيت جرانتش طبعا بيكون القمر انتقل برج الميزان فهو افضل وقت عاطفي لتقوية الرابط العاطفي للعلاقة مع الحبيب او لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في هاي الفترة والفترة الماضية بنكون نشطين اكثر اجتماعيين من ميل الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب الرومانسي واضحين بين العشاق ولكن الغيرة ممكن تلعب دور في علاقة جديدة او علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفلة او اعادة ترتيب وتزين او ديكور المنزل او المكتب او شراء شيء جميل ومميز اما بالنسبة للزاوية التي ستتشكل بعد الانتقال اول زاوية هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية راح تكون الساعة 11 و 32 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للابداع اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديث ايجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية راح تكون الساعة 7 و 31 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساند والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية التزديث ايجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية راح تكون الساعة 10 و 17 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن افكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لالها الا اذا كانت اضطرارية طبعا عنا من الان وحتى ساعة ظهر عنا البنكرياس لمعا الدقيقة الاحور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم اجهزة الاحساس اللي هي العيون والادنين اما من ساعات الظهر بتوقيت جراناتش بصير عنا الكلا والحالب المثانة البولية الاوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس الانسولين اسفل الظهر والزائد الدودية طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية لباقي اعضاء الجسم ما فيه اي مشكلة خلال هذا اليوم يوم مناسب دون فترة خلو المسار طبعا مناسب ايضا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش بفترة خلو المسار يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر او الطرق التقليدية ولكن بالليزر مش بفترة خلو المسار يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنى ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما انه رح ينتقل لبرج الميزان من ساعة الظهر معنا تخلو المسار القادم بيكون يوم الاربعاء بيبدأ الساعة التسعة واربع عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرانتش وبينتهي الساعة اتناعش وعشرين دقيقة بعد منتصف ليل الاربعاء على الخميس بتوقيت جرانتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 24 يوم الآن الساعة 11 و47 دقيقة مساءا نبدأ باليوم الخمس وعشرين نسبة الإضاءة نهاية اليوم 24% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم و21-12 سعيد الآن بنسبة 45% ساعات الصباح سعيد بنسبة 60% القمر في العذرة ورح ينتقل للميزان ورح يظل في الميزان ليوم 28-11 منتحس بنسبة 40% الآن ساعة الفجر منتحس بنسبة 10% ساعة الصباح سعيد بنسبة 5% ساعة الظهر سعيد بنسبة 30% ساعة العصر سعيد بنسبة 5% عطارد في القوس حتى يوم 26-11 منتحس بنسبة 40% طبعاً غداً بداية التراجع لا عطارد فبتكنوا تكونوا حذرين لأنها بدأت الآثر الزهرة في الجدي حتى يوم 17-12 سعيد بنسبة 30% المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت حتى يوم 25-25 سعيد بنسبة 15% قرنس في الثورة بيتراجع حتى يوم 30-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% إبلوتو في الدلو حتى يوم 4-5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم أيضا القمر موجود في البيت السادس لغاية ساعة الظهر فبيتراكم العمل أكثر من المؤتاد وممكن تجدوا بعض الصعوبة أو المشاحنات ما بينك وبين أحد الزملاء بالعمل أهم شيء أن تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وحاولوا أنك تجدوا الحلول وعالجوا المسال الطارية وممكن تتوصلوا لبعض الاتفاقات ولكن أهم شيء أن تنتبهوا لصحتكم أما من ساعات ما بعد الظهر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم بتتعقد الأمور وممكن تطرأ بعض البلبلة أو التباس أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الشركاء لو شريك العاطفي أو شريك العمل حاول أنك تحل الأمور بموضوعية وحاذر من القطيعة والدعاوة القانونية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بتظل الرغبة عنكم قوية في التقرب من أحباكم أو أبنائكم أو إيجاد قاسم مشتركي بيجمعكم بهم الأجواء جيدة دعملة إليك بتظل ساعات الظهر جيدة لمتابعة كل أمورك وللتواصل مع المحيط وهي تعتبر فترة فيها بعض الحظوظ الداعمة من ساعات ما بعد الظهر بيبدأ العمل بالتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم تتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي ولكن أيضاً بدك تحاذر من المشاكل ما بينك وبين الزملاء أو مشاكل صحية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء من الآن وحتى ساعات الظهر بيظل انشغالكم على مستوى البيت والعائلة وتنظيم أموركم وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تشعروا ببعض التعب أو الحزن أهم مش إنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك في نوع من أنواع التوتر على الصعيد العائلي وفي نوع من أنواع الضغوط من ساعات ما بعد الظهر بتشتد رغبتكم فالتقرب من أحباكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات ولكن لطف الأجواء وعاد العلاقات لطبيعتها ابتنال ما بترغبه وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء تناقلاتكم أو سفركم داخل المدن أو بالشوارع المفتوحة وحاولوا أنكم ما تدخلوا في أي نقاش حاد مع أخ أو جار هذا اليوم بسجلك نوع من أنواع اللقاءات المهمة أو الاتصالات المفيدة أو ممكن تجري أبحاث ومفاوضات ناجحة لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر وما بعد بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ولكن بتكونوا تجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاول أنك تواجه الأمر بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك هذه فترة مناسبة للتنقلات وللاستثمارات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتكو تخففوا من النفقات قدر المستطاع وتمتنعوا عن أي مشتريات غير ضرورية واحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع أو من المحتالين خلال هذا اليوم ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم شنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة واستشارة بالتفاصيل من ساعات الظهر وما بعد بتنشطوه في السفر والاتصالات والتنقلات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر النشاطات على حسب حق الاختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة وبسطاتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتظل تقيدكم امتازة بتكونوا مميزين بأداءكم وهذه فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة من الآن وحتى ساعة الظهر أما من ساعات الظهر وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهمش أنه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما تبالغوا بمصاريفكم كونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا ما زال الجو يطلب منكم الانتباه بشكل جيد لا صحتكم وبظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعاته الظهر لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب ممكن تفكر في إلغاء الموعيد أو الابتعاد عن الأضواء حاول أنك تعمل بشكل روتيني وما تتخل قرارات حاسمة بيطرق تغيير الأفضل على صحتكم من ساعات الظهر من ساعات ما بعد الضعر بتستعيد حماستك بتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن وحتى ساعات الظهر بظل في نشاط اجتماعي ممكن تلتقوا بعض الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أهم شيء إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة ومع المحيط واطلب المساعدة من الغير أهم شيء إنه بتكون أنهيت كل أعمالك الضرورية والمهم من قبل ساعات الظهر لأنه من ساعات الظهر بتكو تنتبهوا أكثر لصحتكم ما توقعوا على عقد ما بتبدأوا عملي جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء عشان ما تقيب أمالك البلبلة والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل من الآن وحتى ساعات الظهر وبالضل هاي الفترة فترة مناسبة للأشخاص اللي فيبحثوا عن عمل أهمش إنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك وما تخالف القوانين مهما كانت المغريات من ساعات الظهر وما بعد بتلتقوا الأصدقاء بإمكانكم ملاقات الآخرين في منتصف الطريق ومنكم أشخاص ممكن يتوجهلوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة بيطمئن بالك لأنه اليوم ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهم شيء إنك تكرر المحاولات برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعا بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات والتنقلات لكن بتكونوا أكثر وعينة على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن واللي عنده سفر بدي يتفقد أمتعته وأوراقه ويكون قبل الموعد في المطار فيه اندفاع وحماسي بيترك أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك من ساعات الظهر وما بعد بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة عمش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا بيظل التركيز على الأموال المشتركة من الآن وحتى ساعات الظهر عشان هيك تفحصوا حساباتكم المالية المشتركة وخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية كن مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي والانتقاد أو التصلط من ساعات الظهر وما بعد بتنشغله في مساء تتعلق بسفر أو اتصال بعيد ويعتبر هذا اليوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو تناقش موضوع بقوة وذكاء أو تناقش أي موضوع بقوة وذكاء وتتجرى على رفض أي شيء ما بنسبك أهم شيء ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت بتتركز جهدكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء في العمل أو العاطفة ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نصق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل في هذه الفترة الضغوط كبيرة والأوضاع ممكن تكون صعبة من ساعات الظهر وما بعد بتنهمكوا في أعادة تنظيم أموركم المالية أهم شيء إنه ما تهملوا صحتكم بتصبح لأجواء إيجابية أكثر بتتجاوب معك بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء إنك ما تتكاسل بل سار على العمل دون مماطلة ودون أعذار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء